السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ده درس الاول. في هذا درس سوف نتعرف على كيفية عمل تسطيب على الجهاز. مبدئيا النسخة الاخيرة اخر نسخة حاليا هي كي في 2. كان سابقا في 1.11.1 دي اخر نسخة. كان بشتغل على 0.7 لكن النسخة الاخيرة تشغل فقط على بايسون فيرجم 3. من اول 3.6 حتى 3.9 اللي هي نسخة الاخيرة. الانستاليش هي موضوع تسطيب اسهل كثيرا مما سابق. فبساطة شديدة. ده كده كماند وان كماند لاين. سواء كان الباز. او باز ميديا او فل. فل هيسطة بكل شيء. طبعا اكزامبلز ممكن يتم تسطيب. ايه ده كده عبارة عن فيما جود فيها. اه كل اه واعرض. هنحتاجها طبعا يبتكي اوتماتيك معي. طبعا هنبدأ ازاين نشوف اه ننشئ كجديدة. ثم غير ذاك نعمل. الانستاليشن لالكيفي. طبعا مبدئيا كده انا في اه كماند لاين او في هذا ال الكماند برامت فهذا احروح لدريف ده و تشينج داريكتوري الى هذا الدريف. اه مبدئيا اه زي هنعمل او هننشئ في اه ادي التولز منها في انف. هنستيقى في بايسون فانا هكتب بايسون داش ام في انف. وهكتب اسم الفيروينت اي اسم هنسمي ولكن. اه ولكن في اي اروي. هنتظر اه حتى يتم تصطيب. اه طالما ما فيش اي ايروزي بتم انشاء الفيرشول انفرمنت بنجيح. نتأكد فاللواتي انا في هزي ال ال في اي اروي في السكريبتس هنا طبعا عندي فانا هذهب الى سي دي في اي اروي ثم سي دي سكريبتس ثم بعد ذلك اكتيفيت. طيب خليني اه اكتب بيب فريز هشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا ما فيش اي شيء يعني كده الفيرشول انفرمنت فاضي. طب هكتب بقى الكوماند بتاعي بيب. انستال. واكتب بعده فول. كيفي براكت فول. هنتظر بقى هوا طيب هيفضل اله حين كده ثواني يجمع في اللايبرز. هيفضل يجمع في اللايبرز كتير. اه ثم بعد ذلك. اه بعد ما هي هيعطيني الرسالة انها اي. اه طيب ازا اه حاليا تم تصطيب كيفي بنجاح. اه خاليا نكتب هنا بيب فريز. ونجرب نشوف الا يحصل. اه طيب ازا هذه الخطوة هي تم تصطيب كيفي بنجاح في اقل من دقيقة. اه تم تصطيب كيفي وكل الدبندنسيز اه الخاصة بي. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد. اه الى اللقاء في الدرس قادم اه تم انشاء الراواند باطنز. شكرا